أهلا بيكو لما دونالد ترامب فاز في الانتخابات الأمريكية كانت العنوين الرئيسية بتتكلم عن أن المجانين يحكمون العالم ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية بعدها بوريس جونسون تصدر المشهد في بريطانيا وبدأت الناس تتكلم عن الشعبوية الحاكمة للعالم وأن هذه الحقبة يحكمها المجانين وكان الجنان أو الهستيريا هي الحاكمة للمشهد في الولايات المتحدة الأمريكية رئيس بيتطاول على المراسلين إعلام فيه انقسام بشكل كبير جدا كانت حالة من الهستيريا الحقيقية أو أن المجانين بيحكموا العالم من بعد سيء الذكر في مصر اللي هيبص على الحقبة بتاعة العشر سنين اللي فاتوا هيجد مش أنه المجانين بيحكموا مصر ولا أنه الهستيريا هي الحاكمة ولكن الانحطاط والانحطاط هنا يعني هذا لفظ أعتقد أنه لفظ من اللغة العربية الفصحة ويليق أن تصف به يعني حاجة قدامك فالانحطاط هي السمة الغالبة الانحطاط في إيه؟ في السياسة الخارجية سياسة خارجية منحطة منبطحة ملك شدور في ملفات كثيرة ونتكلم على ده على مدار الحلقة الانحطاط في إيه؟ في الإعلام حظيرة بتضم مجموعة من نتاج صناعة الخنازير بيطبلوا للسلطة بيرددوا للسلطة عيزاء زي ما نتكلم على رسالة من مدى مصر جت لهم رسالة من المخابرات إنهم ما يتكلموش على قضية تمثل أمن الوطني الأمن القومي اللي هي سد النهضة وهنشوف ده فانحطاط في الممارسة الإعلامية انحطاط في الممارسة الصحفية الصحافة عبارة عن برضو بغبغانات بيرددوا للسلطة عيزاء وكل ما تطبل للسلطة أكتر كل ما تشتم معارض السلطة كل ما تشتم الإعلام اللي هو المفترض بيقول رواية غير رواية السلطة كل ما قربوك وتدولك مناصب ويعني رزقوك بلجان إلكترونية تطبلك وتعمل لك انتشار كويس انحطاط في مستوى السلطة التنفيذية يعني الرئيس نفسه سيء الذكر جار السوق لا كارزمة لا شخصية لا خطاب لا شعبية حتى الآن في الشارع المصري انحطاط في مستوى رئيس الوزراء أو الرئيس وزراء بدرجة يونس شلبي بيهز راسه انحطاط في مستوى الرؤساء شوية لواءات جابوهم من هيئات عسكرية على واحد مزور شهاداته وكان شغال في مدارس والدته على واحد تاني كان متهم بتجسس واختلاص عربيات من السفارة على واحد تالت كان شغال مع أبراهيمي العرجاني قصة غريبة جدا جدا الحقيقة أو اللي كان في الوزراء خرج واشتغل مع العرجاني أو اللي كان عند العرجاني يدخل الوزراء فأنت بتتكلم في انحطاط في كل حاجة تقريبا ففي هذه الحقبة المنحطة بقيادة سيئ الذكر وخلي بالك أن المنحطة والانحطاط هي لغة عربية فصحة وبالتالي مش غريب أبدا أننا نبدأ الحلقة النهاردة بالخبر ده أن يوسف بطرس غالي بيشيلوه من القائمة السوداء ليه؟ لأن هذه حقبة منحطة تليق بأن يوسف بطرس غالي يكون بر قائمة السوداء وأن القائمة السوداء يكون فيها يحيى حسين عبدالهادي يكون فيها عبد المنعم أبو الفتوح يكون فيها آلاف البشر داخل السجون من الشرفاء زي أصام سلطان وزي البلتاجي وزي ناس كتيرة جدا دي الحقبة المنحطة ده الانحطاط هو عنوان مرحلة سيء الذكر فيوسف بطرس غالي بيطلع من القائمة السوداء وبيبرقوه بيبعثوا جوابات للبنوك يا جماعة حبوا يوسف بطرس غالي استقبلوه اتعاملوا معاه لأنه الراجل جميل مش في القائمة السوداء إنما مين اللي عندك في القائمة السوداء واحد بقامة وقيمة يحيى حسين عبدالهادي فعشان كده لما نقول أن هذه حقبة منحطة والانحطاط هو عنوان المرحلة احنا مش بنتجاوز يا جماعة ده قمة المهنية وقمة الوصف الصحف الدقيق إنه يحيى حسين عبدالهادي في السجن وفي قائمة سوداء وإن ناس متحفظة على أموالها بنفس قيمة وقامة يحيى حسين عبدالهادي ويوسف بطرس غالي في هذه الحقبة بيطلع من القائمة السوداء تعال نشوف التفاصيل البنك المركزي المصري بيرفع اسم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد مبارك من القائمة السوداء وبيطلب من البنوك المحلية السماح له بتعامل بحساباته المصرفية ودائعه بنفسه أو عبر وكلائه الرسميين قرار البنك المركزي جاء مواكبا لرفع وزارة الداخلية اسم الوزير من قوائم الترقب والوصول التي توزع على الأجهزة الأمنية بالمطارات والموانئ المصرية وعدم التعرض له في حال وصوله للبلاد في الوقت الذي يختاره أكدت مصادر مصرفية رفيع للعرب الجديد أن رفع اسم الوزير الأسبق من القوائم السوداء في البنك المركزي أبلغ لكافة المؤسسات الرسمية في الدولة والتي تشمل الشهر العقاري الإدارة العامة للمرور الأمر الذي يسمح أو يسمح له بحرية التصرف في أمواله وأصوله العقارية والسيارات والشركات والفنادق التي قالت إليه بالورثة عن والده رئيس غرفة السياحة الأسبق رأوف غالي وعمه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة يوسف بطرس غالي طيب يا جماعة أنا ما بحبش أشخصا الأمور كتير وأقول أنا ومش أنا وكده بس أنا هتكلم على اتنين مواطنين مصريين كويس؟ مواطن اسمه يوسف بطرس غالي ومواطن اسمه أسامة مصطفى جويش اللي اتنين دول كان واحد فيهم متحفز على أمواله وعليه قراراته وعم حتود في قيمة سوداء وما فيش تعاملات وعضايا كتير هنتكلم فيها والتاني خرج من مصر من 11 سنة وبرضو حطوه في كم قيمة على تحفز على أمواله اللي هي معرفش إيه هي على مصادرة ممتلكاته اللي هي معرفش برضو إيه هي على كم حكمة أنا مش عارف كذا النهاردة يوسف بطرس غالي بيرفع من القائمة السوداء ومن قوائم الترقب والوصول وبيسمح له بدخول البلاد ماذا لو أنا ويوسف بطرس غالي نزليين مصر على نفس الطيارة هيحصل إيه ليه هترحبه بدا وليه هتقبضه على ده ليه هتسامحه ده وليه هتعقبه ده ليه هتقوله أن ده برق قائمة السوداء وهتقوله أن ده على رأس القائمة السوداء ليه يا جماعة بأمرت إيه بأمرت القرب والبعد من السلطة سلطتك فسدة سلطتك فشلة سلطتك منحطة فإن كان اللي احنا بنعمله يجعلنا في القوائم السوداء بتاعتك فهي قوائم شرف بالنسبة لنا وأنا مش هشخصا الموضوع هنا أنا مش والله مش بتكلم عن أسامة بتكلم عن إيحي حسين عبدالهادي عن عبد المنعم أبو الفتوح عن آلاف المصريين اللي في الخارج من أجيال مختلفة ومهن مختلفة وطيارات مختلفة لو كان الخروج من القائمة السوداء إن احنا نتحط فيه جملة واحدة مع يوسف بطرس غالي فيا حبيبي أهلا بقوائمكم السوداء خلينا موجودين في القوائم السوداء حتى ترحل هذه الحقبة السوداء عن كاه المصر مش عايزين مش عايزين نبقى يطرفع عننا قوائم سوداء عشان نبقى زي يوسف بطرس غالي لو دول الناس اللي بتطلعوهم من قوائم السوداء فلا يا حبيبي بقسة القوائم وبقسة الحقبة المنحط تعالوا نكمل ونشوف العم يوسف بطرس غالي ده عمل ايه أصلا قبل كده عشان يكون فيه الحقبة السوداء حد صديق بعكلي بيقول لي اللي بيدفع بيعدي يعني أي حد هيدفع هيعدوه طيب الراجل ده كان ملاحق في قضايا فساد وإهدار أكثر من 435 مليار جنيه من أموال المعشات خلال تولي الوزارة في عهد حسني مبارك وتسريبه معلومات عن الحكومات المتعاقبة لدوائر صنع القرار في واشنطن لما كان ماسك مناصب وزارية من حكومة عاطف صدقي ونهاية تنبي وجوده في حكومة أحمد نظيف محكمة الجنايات قضت في يونيو 2011 غيابيا بعزل الوزير الأسبق من وظيفته وسجنه لمدة 15 سنة وغرامة مالية بلغت 35 مليون و791 ألف جنيه ورد القيمة نفسها للدولة لاحتفاظه لنفسه ومؤسسة الرئاسة بـ 112 سيارة مملوكة لمواطنين وتشغيلها خلال الفترة من 2014 لـ 2011 دون علم أصحابها بما أهدر قيمتها المالية كمان صدر قرار بمنع يوسف بطرس غالي من التصرف في الأموال السائلة والمنقولة والعقارية من هيئة الفحص والتحقيق في جرائم الكسب غير المشروع بتاريخ 9 أبريل 2013 بناء على شكوى عام 2011 بعد ثبوت تحقيق غالي وأسرته ثروة طائلة نتجت عن كسب غير مشروع جراء استغلال مناصب وزارية في أغسطس 2021 قرر البنك المركزي المصري خلي بالك من التواريخ أغسطس 21 يعني أثناء الحقبة المنحطة برئاسة سيئ الذكر قرر البنك المركزي المصري رفع التحفظ عن أموال وزير المالية يوسف بطرس غالي وجاء قرار البنك المركزي إثر تلقيه خطاب من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع يفيد برفع التحفظ عن أموال الوزير الأسبق وزوجته وأولاده نادر ونجيب ويوسف استغرقت إجراءات رفع غالي من قائمة السوداء في البنك المركزي وقوائم الترقب والوصول 13 شهر بعد صدور قرار المحكمة أو محكمة النقد في يوليو 2023 ببراءته من تهمة ارتكاب جرائم فساد وجهت إليه من محكمة جنائية مختصة واشتهرت بقضايا الفساد بتاعة الجمارك دفعت براءة غالي من الاتهامات مسؤولين كبار في جهات سيادي أنهم يدعو الحكومة للاستفادة من خبراته في المشاركة في إدارة الملفات الاقتصادية روجت الأجهزة بعد كده لعودة الوزير بعد حصوله على براءته غيابيا عدم مثوله للتحقيق أمام الجهات القضائية بنفسه عبر القنوات التلفزيونية اللي بدرها واستضافته على الهاتف من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن فأنا هرجع تاني أقول لو الراجل ده يا جماعة بيخرج من القوائم السوداء وإحنا بنفضل فيها فتمام يا سيدي إحنا مبسوطين محدش أكيد مبسوط يعني لا بتحفظ على أموال ولا بأي ظلم يقع عليه لكن بأمانة والله عار إن الواحد يتم وضعه في جملة مفيدة أو في قائمة واحدة مع واحد زي يوسف بوتروس غالي ما ينفعش ما ينفعش والله فعشان كده هو يوسف بوتروس غالي يليق بحقبة سيء الذكر أمثلة للقائمة السوداء اللي هي من بعد ثورة يناير واللي بيحاولوا يبرقوهم واحد وردتان أنت بتتكلم على حسني مبارك وولاده بالتفاصيل الكتيرة بتاعة القضايا اللي كانت عليهم في فساد القصور الرئاسية وغيرها وعندك كمان أحمد نظيف في القضية بتاعته وزكريا عزمي وأحمد عز وحسين سالم محمد إبراهيم سليمان ومحمد مجدي راسخ قائمة تطول من الأسماء السوداء التي كانت في القائمة السوداء لكن خليك فاكر دايما أنه دلوقتي قائمة السوداء لعبد الفتاح السيسي واللي بيطبلوله مدعي الفضيلة اللي بيطلع وينظره ويقولك أصله ده اتكلم بطريقة لا تليق أصله ده قال مش عارف إيه أصله يا جماعة الإعلام اللي مش عارف إيه خلي بالك أن المجموعة دي اللي بتطبل لسيء الذكر واللي لا تجرؤ أنها تنتقد قنوات المتحدة ولا تجرؤ أنها تنتقد الشبتامين السبابين اللي عانين اللي في حضيرة الإنتاج الإعلامي لأنهم منهم أصلا فبيطلعوا يحاولوا يدعوا الفضيلة وينظروا علينا المجموعة دي هي دي اللي بتحتفل بخروج يوسف بوتروس غالي هم دون نفسهم اللي بيطلبوا بتوقيع أقصى العقوبات على ناس زي أسان سلطان عبد المنعم أبو الفتوح يحيى حسين عبد الهادي وآلاف من الرموز السياسية والشبابية اللي موجودة خلف القبان خلاصة الأمر أن حقبتك منحطة يا سادة من غير ما كمل الجملة بتاعت عمر أديب أنتوا عارفين التكملة بتاعته ترجمة نانسي قنقر